الإعاقة رياض الإعاقة شفيها؟ كبيرة سوت في الخدرات إحباط للخدرات فأنا كشخص بدل ما أليف هني توجد أبحث عندي كلها مقاربين بعدها كلها مفتحات ماذا يحدث فيني؟ تتسكر عيني عن هذا كلها؟ فقط أشوف الإعاقة فقط أركز على الإعاقة التي هظهرت أمامي فللتعامل معها لتخفيف الإحباط قلتي عملية اللون الأسقاط ففي عندي طاقة أنا فهذا الطاقة أين حطيتها؟ في اللون من الأسقاط وبتدي أهني المستنفع ما ترى طعمني؟ غرقت راحت في العميق السيناولي الثالي السيناولي الثالي هذا الشخص صلى الأحباط ما شافهني؟ راح بحث عن النقاط الصغيرة الصغيرة بدلاً ويأخذ الطاقة البتروني اللي عندها يمشي بهالاتجار استقلت بالبحث قد يكون الفتحة اللي تشافهها بعيدة خمسة وثمانين بالمئة عن الهدف الأصلي ولكن فيها خمسة عاش خمسة عشر بالمئة تتناسب مع الهدف فيعتبر إذا مشي فيه اعتبرت عتبة أولى بالوصول إلى الهدف هذا الخمسة عشر لو حاول يشتغل فيه راح يعطيه فتح له خمسة عشر ثامر صحي لا؟ هندر ففتين هذا الخمسة عشر ثلاثين والاستمرار فيه راح يزيد إلى أن يصل إلى الهدف هنا طبعاً في الاختلاف الفتر اللي أخذ الشخص الأنجيطات المحتاج لها هذه كلها تتبع الحروق الفترية هنا يبدو عندهم ما يسمى الالهام الالهام هو أن الشخص يرى يتعامل مع الأشياء بطريقة غير عالية تباتوا؟ بطريقة غير عالية الطريقة العالية نحنا ما سيدنا إعاطة أنا أقف وها الطريقة العالية؟ سيدنا أحباط الطريقة غير عالية لماذا أقفوني؟ دعني أخذ الفشل هذا اللي صار عندي اللي أحباطني عندما تروني أحباط أحباط معنا أنت انطقيت على رأسي فيه ألم لو ما فيه ألم؟ استقل هذا الألم كطاقة للإنطلاق إلى الأمام كحافز أصبح حافز داخلي وعنده مثل سبرينجر لذي قبضة طريقة غير عالية جدنا